بخصوص موضوع التقاعد تعرفون جميعا بأن هذه الحكومة منذ أن تم تعيينها من طرف جلالة الملك حفظه الله منذ أن تم تنصيبها في البرلمان وضعت في صلب اهتمامتها موضوع الحوار الاجتماعي ولكي نكون منصفين لابد أن نعترف لهذه الحكومة بأنها على الأقل مأسسة الحوار الاجتماعي وأن نعترف لها أيضا بأنها وصلت إلى اتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة تتذكرون جيدا النقاش الإيجابي الذي كان مع قطاع الصحة في مرحلتين المرحلة الأولى عبر الزيادة في أجور الأطباء بتل سلاف درهم عبر اعتماد الرفس الرقم استدلالي خمسمائة وتسعود بالنسبة للدكتورة في الطب مع نفس الدكتورات الوطنية ثم في مرحلة أخيرة شاهدتمها جميعا وتفضلتم بمواكبتها إعلاميا عبر طرح جملة من الأسئلة حول هذا الموضوع خلال الشهر القليل الماضية والتي أفرزت اتفاقا مهما جدا يرصد المكتسبات ويحسن من دروف الشغلة في قطاع الصحة الأساتد الجامعيون كذلك استفادوا في نقاش مع الحكومة من زيادة 3000 درهم أطر وزارة التربية الوطنية 1500 درهم الزيادة العامة لجميع الموظفين 1000 درهم نقاشات قطاعية عديدة جدا أتمرت التوصل إلى اتفاقات مهمة سؤال المطرح ما هي الكلفة كلفة هذا الحوار فأفوق الانتهاء من تنفيذ مختلف الالتزامة اللي فيه هي 45 مليار درهم 45 مليار درهم لكي يعرف المواطنون ماذا تعنيه 4500 مليار سنتيم هذا رقم مهم وكبير جدا لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات السابقة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت هذا الاتفاق بهذا الحجم بعيدا عن الأرقام وقريبا من المكتسبات مكتسبات عديدة جدا أقرتها الأنظمة الأساسية لمختلف هذه الشرائح المهنية ترجمة نانسي قنقر